جداً كابتن أسامة بص أقولك على حاجة في البداية عشان بس كل مشاهدي قناة الأهل وكل جماهير الكرة المصريات تابعنا بس في التفاصيل اللي جاية دي لأن اللي جاية ده هنبنى عليه حاجات كتيرة لها علاقة باللي جاي في الدور المصري تحديداً أولاً فكرة يا كابتن أسامة إن الكرة دي تسلل ده كلام عاري تمام من الصحة أولاً لا حكم الفار رسم خدوط تسلل ولا الكابتن محمد الحنفي بلغ الكابتن محمود البنة إن في تسلل ولا المساعد رفع تسلل ولا في الفار في التوقيت ده كان فيه كلام أصلاً على تسلل ده بداية ده أول حاجة عشان بس الناس ويابت تمام معنا كواليس هذا الموضوع كل ما في الموضوع إن الكابتن محمد الحنفي بلغ الكابتن محمود البنة كنفيرم كمل اللعبة ما فيش أي لمسة يد أنا بقولها ما فيش أي لمسة يد ده الحوار اللي تم بابين الكابتن محمد الحنفي والكابتن محمود البنة أوكي قاله ما فيش لمسة يد كونفيرم واستعنف الكرة استينافها كان إياه كابت المسامة ضربت مرمى ما هدي بالها نروح لها